بسم الله الرحمن الرحيم بإذن الله هنبدأ نحل أسئلة الدرس الثاني على الإخراج في الإنسان أسئلة الثانية السنوية هو الجزء اللي هو خاص به الكليا وخاص أيضا به الكبد هنبدأ بقى كده سؤال سؤال من أسئلة كتاب الامتحان تمام يلا نسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم أول سؤال هنبدأ به السؤال بيقول أين مما يلي ليس من مكونات أنبوبة النفرون الأنبوبة المتطفة القريبة من مكوناتها وديه في منطقة القشر والبعيدة من مكوناتها وديه في منطقة القشرة وانسناء هنل فيه منطقة النخاع يبفاضل الجمة الجمة ده اللي هو شبكة من الشعارات الدموية داخل محفظة بومان ودي أساسا تفرعات زي ما احنا عارفين شريانية شعارات دموية شريانية شريانية ودي بتبقى نهاية شريان وبداية شريان آخر ودي حالة شز السؤال الثاني يقول لي ما مدى صحة العبارتين تقع محفظة بومان والأنبوبة الملتفة البعيدة في منطقة القشرة صح نبرة صح لأننا عندي محفظة بومان والأنبوبة الملتفة القريبة والبعيدة في منطقة القشرة طب نكمل السؤال واحدث كل منهما إعادة الامتصاص الاختياري غلط لأنه محفظة بومان بيحصل فتر شيح بينما الأنبوبة الملتفة البعيدة دي من ضمن مكونات أنبوبة النفرون ودي بيحصل فيها إعادة امتصاص الاختياري يبقى كده العبارة الأولى الصحيحة والثانية خطأ تمام السؤال ده نركز فيه بقى السؤال التالت بقى نقولي الأشكال الأتية توضح قطاعات عرضية في أجزاء مختلفة من النفر أي منها يمثل قطاعا في منطقة الجمهة والله لي الشبكة من الشعرات الدموية طب دي أجزاء مختلفة من النفرون في منطقة الجمهة دي موجودة اللي هي بتبقى داخل محفظة بوما صح تمام بتبقى داخلهن طي المفروض بجدر نفسه بيكون رقيق يعني دي جدرها رقيق طب دي جدرها سميك دي خلاءة خلي بالك من خلاءة طلعي ما تنفعش دي ودي برضو جدرها سميك طب ودي رقيق بس يعني أقل سمكا من ده يبقى من أقلهم سمكا ألف تمام طفيحة إيه لا خليني نختار ده كمان والله في منطقة الجمهة ده بيمر دم والدم ده من ضمن قناته خلايا دم حمراء ودي خلايا دم حمراء ودي خلايا عديمة هاي الأنوية دي الخلايا المستدرة مقاردة الأجهين ودي خلايا عديمة الأنوية بتكون الإجابة هنا عندي إيه ألف تمام سؤال اللي بعد فيما تتشابه محفظة بومن مع انثناء هنل للشخص السليم والله نشوف واحدة واحدة أو الحقيق العمليات التي تتم في كل منهما غلا لأن ده بيحصل ترشيح وده إعادة امتصاص اختياري ما كده غلا مكان وجود كل منهما برضو غلا لأن محفظة بومن في منطقة القشرة وانثناء هنل في منطقة النخاع طيب نجيبا لنسبة الجلوكوز في كل منهما برضو غلا لسبب محفظة بومن بيحصل خلالها عملية الترشيح تمام فبيمر كل الجلوكوز في انثناء هنل برضو لا لأن نسبة الجلوكوز لسه يحصلها عادة امتصاص بيتم إعادة امتصاص جزء من الجلوكوز في القناة الجامعة اللي هي القناة الأول أسف القناة المتفى القريب وجزء في انثناء هنل وبالتالي معنى ذلك نسبة الجلوكوز غلا بيتفضل مين وجود اليوريا في كل منهما طيب مش معنى اليوريا لأن اليوريا هترشح تمام لكن لن يتم إعادة امتصاص مش يتم إعادة امتصاص لأن مادة ضر مادة ضر وبالتالي هتروح للقناة الهن الجامعة يبقى نسبتها هي هي ده بالنسبة للسؤال الرامل السؤال الخامس بقى تركز فيه إعادة امتصاص كل جزيئات الجلوكوز بواسطة أنبوبة النفر في الشخص الطبيعي دلالة على إتمام هذه العملية ويقول لي عادة امتصاص كل جزيئات الجلوكوز والله هو المفروض حتين المفروض حتين المفروض انتشار أولا أن تركيز الجلوكوز في انسناء هنل أو أموبة النفروم بشكل عام عن بيبقى أعلى من شعارات الدموي وبالتالي المفروض انتشار ثم نقل نشط لكن هنا بيقوله عشان يمتص المفروض معظم بقى إيه بقى نقل نشط نقل نشط لأن السؤال عشان بس إيه تبقى أنت فاهم الجمع والله هنا ده محفظة بوم وده قناة ملتفة قريب وانسناء هنل اللي هو على شكل حرف يو وبعد كده قناة ملتفة بعيدة وقناة جامعة هنا بقى بيتم عادة مصاص من دولت بيروح للدم هنا بيبقى تركيز الجلوكوز هنا عالي في أنبوبة النفر وفي الدم منخفط إيه بمعنى ذلك هينتقل أول بنتشاء طب معظم الباقي بقى لما يبدأ تركيز الجلوكوز يجل في النفر ويزيد في الدم هينتقل بالية النقل نشط وده تحتاج إلى طاقة تحتاج إلى طاقة وده ملاحظات زمانة بنزله لك على الجروب على التليجرام تمام ملتلك عشان كده خلي بال يحصل ترشيح كامل لجلوكوز ويعدم صص كل جزيئاته في الشخص السليم شخص السليم طيب وعشان يتم عدم صص الأول أول آلية بيتم بها اسمه انتشار وبعد كده الآلية التانية للجزء المتبقي وهو آلية النقل النشط تمام بس لكن هنا قلنا السؤال الأفضل وهو حتى يمكن كاتب الحتة دي في ملحوظة في كتاب المتحان كاتب الأفضل معظم ينتصاص جزءات جلوكوز نفسه وبالتالي الأفضل هنقول لك لنشط سؤال رقم ست أين مما يلي لا يحدث عند مرور الرشيح الكلوي خلال أنيب بات النفرون خليب قال أين مما يحدث لا يحدث عند مرور الرشيح الكلوي الرشيح اللي هو بيمر بخلال ها اللي بيمر بخلال محفظ بوم اللي بيمر بخلال محفظ بوم لأن بوبة النفرون اسمه رشيح تمام أين مما لي لا يحدث لا يحدث استعادة الجسم من الجلوكوس مرة أخر هو كده كده بيستعيد الجلوكوس كله مرة أخر شخص صريح استعادة الأملاح اللازمة له طبعا مش كلها معظم بس اللازمة له لن تصدص اختياري أساسا استعادة الجسم من الماء اللازمة للعمل الحوية طبعا انت ما هنا نقرأ بقى استعادة الجسم البعض الأملاح المعدني هو بيستعادة الأملاح الأحمد المعدني أحمد المعدني الأمينية استعادة الجسم من الأحماض أمنية وتحويل الفائد منها إلى يوري لا غلط أولا هو هيستعيد كل الأحماض الأمنى لأنه ضروري لكن هل اللي بيحاول فائد منها اليورية غلط ده اللي بيعمل كلام ده الكبد وبيعمل استعاد أما اللي بيعمل تكسير لأحماض أمنية الزائدة ويفصل منها مجموعة نيتروجينية الأمنية لأنه النيتشي تو بحاولها اليورية الكبد نفسه سؤال سبع أي الممالي لا تتخلص منه كلية الإنسان في الحالات الطبيعية البروتين الزائد في الدم صح طب والله نشوف تتخلص من الملح الزائد تتخلص من اليوريا الموجودة في الدم كلها تتخلص من الماء الزائد يبقى تفضل بروتين الزائد تمام يبقى الكلا لا تتخلص من لأن البروتين جزئته كبيرة فلا يرشح من خلال محفظة بوم لا يرشح من خلال محفظة بوم وذلك لكبر حجمه تمام السؤال التامن بقى تركز لي فيه طيب أول حاجة سين دي مين دي محفظة بومن تمام وساد دي قناة ملتفة اللي هي القريبة ودي قناة الجامعة ولام دو انسناء هنل او ثانية هنل ودهو شعارات دموي اللي هي تودي للشعارات الوريدي السؤال بيقول ايه عند اي نقطة يكون الجلوكوز اعلى ما يمكن عند اي نقطة يكون الجلوكوز اعلى ما يمكن طي جميع والله هنا هنشوف انا عندي صاد ولام وعين وهي يعني مش من دونهم محفظة بوم طيب هيكون اعلى ما يمكن فين هل في صاد القناة الملتفة القريبة لس هو جلوكوز اتم عاد امتصاص جزء من لس لان القناة القريبة امتصاص جزء طيب في القناة الجامعة لا مفيش جلوكوز خالص اصلا في القناة الجامعة لانه له انسان سليم طيب في انسناء هنل لا لانه يعاد امتصاص منه جزء يبقى تفضل مين اللي هي الاجابة رقم بها ايه اللي هي مين الشعرات الدموي لانه يعاد امتصاص كله هيعاد امتصاص كل الجلوكوز لتصب نو نو في فرع من الوريد الكلوي نو سؤال التان اين مما يلي لا يتواجد في الجزء السين السين ده اللي هي محفظة بومان في الحالة الطبيعي لا يتواجد اكيد الهيمو جلوبي لانه بروتين في يوريا موجود ماش في جلوكوز موجود مايا موجود اما الهيمو جلوبي ده بروتين والبروتينات لا تمر لكبر حجمه ايه لاتزاق التالية يحتوي على اعلى تركيز للاملاح اكيد القناة الجامعة بصبا قناة الجامعة بتكون اعلى تركيز للاملاح او اليوريا اقل تركيز المي اقل تركيز المي تمام لكن اعلى تركيز للمية بيكون خلال محفظة بومان عند بيد الترشيح اعلى تركيز المية هيكون في محفظ مين بومان عند بيد الترشيح نجد يشوف سؤال الرب بيقول اي الاجزاء التالية يحتوي على سائل يعادل بلازمة دم دون بروتينات دون بروتينات والله سائل في بلازمة بس من دون بروتينات يبقى معنى ذلك اللي هو الرشيح اللي هيعد من خلال محفظة بومان لانه محفظ بومان بتعدي البلازمة بس بس ما تعديش البروتين ولا بتعدي خلال دم يبقى مين انا عاوز سائل نفس محفظة بلازمة بس بدون بروتينات يبقى اكيد معروف ان هو سائل سي اللي هو بخلال محفظة بومان اللي هو الرشيح تمام نأتي ليه السؤال اللي بعد السؤال التاسع اين مما يلي يمر الى محفظة بومان فيتامين سي اكيد طبعا يعني بيرشح بيرشح ويعادم تصاص خليبان فيبرينوجين ده بروتيين بتاع التجلط ده خليبان اللي هو ليه دور في تجلط الدم اللي موجود فيه بلازمة الدم في صورة طبعية اللي بتحاول باكالة الفبرين من الترمي الاول الانسولين ده هرمون والهرمون ده اصلا مادة بروتيني سيروكسين ده هرمون تمام وبرضو الهرمون ده عبارة عن احمد امانية او مادة بروتيني ممكن ساعات يسأل هل يمر مثلا الانزيمات اللي هي المواد البروتيني برضو لا لانه كبيرة الحجم تمام طيب السؤال رقم عشر في الحالات الطبيعية تكون نسبة البروتينات في الشريان الكلوي بالنسبة للوريد الكلوي اكيد متساوي طب ليه متساوي لرقم جيم اهو جيم متساوية طب ليه لان اصل البروتينات لا ترشح من خلال محفظة بومان لكبر حجمها لكبر ايه يبقى تكون ايه متساوية عناش بس عشان في مشكلة هنا في الاختيار هنا فانا كتبتلك ايه جيم اي بتكون متساوية تمام ده السؤال رقم عشر سؤال رقم حداش شاكل مقابل يوضح جزء من الجهاز البقاء والانسان ولوعية دموية المتصلة به والله السين ده ومعروف ان ده شريان كلوي وده اللي هو الوريد الكلو تمام ده اللي هو الحالب في الشخص السليم اي من الاتزاء التالية تنقل جولوكوز والله هنا بيدخل جولوكوز وهنا بيرجع الجولوكوز تاني وعادم تصاصه يبقى اكيد في الاتنين في الشريان وفي الوريد يبقى سين وساط السؤال الثاني عند مقارنة التركيب السين اللي هو الشريان الكلو بصاد اللي هو الوريد الكلو يحتوي على ها نشوف كده تركيز اعلى من البولين تركيز اقل من البولين صح صح تركيز اقل من البولين دي غلط يبقى السؤال لان الشريان الكلو فيه نسبة يوريا او بولين عالية عالية اما الوريد الكلوي هيبناقي فيه نسبة البولين اقل لما يمكن تمام السؤال 12 عندما تزداد نسبة الجلوكوس في الشريان الكلوي عن الوريد الكلوي بكثير بكثير يبقى ده اكيد مريض بول سكري اكيد مريض بول سكري يبقى كده اهو بول سكري يبقى عنده فوق السكر يطلع مع البول يبقى ده خلل في عادة المتصاص ranging اختياري خلل في عادة المتصاص الاختياري يبقى اكيد خلل في أمبوبة مين النفرون ثلال في الأمبوبة النفرون تمام لو خلل في عادة المتصاص اختياري هتقل لبقة وارجع الملاحظات المكتوبة على نزل على التليجرام اول مفروض نسبة الدوليكوس الشريان الكلاوي النفرن لإنتاج الـ ATB لاتمان معنات النقل الناش او ممكن نقوله انه ما تقريبا متساويه في شخص سليم اما في المريض لا اكبر بكثير يبقى ده معناه يبقى ده مريض بول سكاري يبقى عنده خلل في عدم الصوص اختياري يبقى خلل في انبوبة النفر السؤال 13 جدول بيوضح بعض منكونات البول لأربع شخاص لهم نفس العمر والوزن في احدى الايام من الشهر اغسطس شهر 8 يعني الصيف اي منهم تتوقع تناوله واجبة غنية بالبقوليات بقوليات يعني فيها يوريا كتير يعني هادينا يوريا عالية في اليوم السابق لأجزة عينة البول نسبة اليوريا في البول عالية وكمية المية في البول اقال المفروض اقال يبقى المفروض يجيب رقم به لانه فعلا هو اكل بقوليات معناه ذلك عنده احمد منها كتير يعني معناه ذلك ان الكابد هيكسر الاحمد منها الزيادة ويفصل منها مجموعة نيتروجينية والدينايورية يبقى نسبة اليورية عالية طب ده شهر اغسطس يعني العرق كتير يعني البول اللي هي المية نسبة المية تكون اقل يبقى الاجابة رقم به صحيح سؤال رقم 14 اي تركيب الاتية يدخل اليه الدم ويخرج منه الدم في صورة مؤكسجة يعني داخل وخارج مؤكس محفظة بوم طب ليه والله لانه تفرعات بتاعته اللي هي الجمعة دة تفرعات شريانية شريانية نهاية شريان وبداية وارد نهاية شريان وارد وبداية شريان صادر وبالتالي طب الهدوه الدم لا اغدوه الدم بدخالها شريان شريانية ويطلع بينها واردي وساءة شعره ولكلع نفس محفظة بومن اللي هو منطقة الجم الجمع السؤال سؤال رقم 15 بيقول ايه اذا علمت ان تركيز جزئات البروتينات الكبيرة في بلازمة دم 6.5 جرام لكل 100 سنتمتر بكعة فهي الاختراض بالجدو تعبر عن تركيزها الطبيعي في الرشيح الكلوي والبول تركز في السؤال خلي بالك بقى والله المفروض ده جزئات بورتين ايه كبيرة طيب جميع بدأ جزئات كبيرة يبقى المفروض انها لا ترشح من خلال محفظة بومن لكبر حجمها جميع وبالتالي اللي بيمر بخلال محفظة بومن اسمه ايه رشيح كلوي يعني المفروض يبقى تركيزها صفر وبدأ لا ترشح يبقى لا تخرج مع البول يبقى تركيزها مع البول صفر يبقى الاجابة ده صح طيب السؤال طيب احنا لو فحصنا بول لجينا فيه بروتين زي القلب يومين اللي هو بتاع الزلال يبقى ده اكيد ها مريض عنده خلل في محفظة بومن في عملية ترشيح المص هو بيزع زي ما بيقول رقم 16 نشوف كده رقم 16 اذا علمت ان جزئات الجوليكوس يعادم تصصة الى الدم قبل وصول الرشيح الكولوي الى ثانية هنل خليبال يعادم تصصة قبل ما يوصل الرشيح معظمه الى ها انسناء هنل تستنتج ايه يا حبيب ان الماء تكون داري متوفرة فيه اكيد في القريبة ما يكون ان الرشيح الكولوي على طول ها ده محفظ بوم و ها ده القلال ملتف في القريبة و ها ده انسناء هنل اهو طيب معظم الرشيح قال لك هنا اعيد امتصص معظم الجوليكوس زيو قبل يوصل لسانية ايه ها قبل يوصل انسناء هنل يبقى اكيد معظم الجوليكوس تم امتصصه من خلال اللي هو القلال الملتف القريبة القريبة وبالتالي عاوزين ميتو كوندارية بكسرة عشان تنتج ايتي بي وذلك لاتمام عملية النقل الهين الناشط يبقى القريبة اما محفظ بومان لا طبعا نجيب محفظ بومان القريبة و هكذا فهمت الكلام ده سؤال سهي طيب نشوف السؤال السبعتاشر الجدوى المقابل يوضح محتوى احد سؤال الجسم في شخص سليم اهي لازال وضحها بالشكل يحتوي لهذا السائل والله اولا يعني ده صاد ده صاد ده اللي هو الوريد ال كلوي ولام ده الحالب والسين ده معروف اللي هو فرع من الشريان الاورد وخلي بالك ده ده اللي أنا مشارع عليه ده اللي أنا مظلله ده باللون ده ده الشريان الكلوي وده الوريد الكلو اللي بيصب ده اللي يصب في الوريد الأجوف السفلي السؤال نجرى والله السائل كده نجرى السائل ثانية كده أحماض أمنية صفر يعني كده لم يتم عاد يعني كده لم تخرج السؤال جلوكوس صفر كده بول والبروتين ده صفر يبقى أكيد البول والبول عمره ما يكون فيه أحماض أمنية لأنه بيعدم السلسة كلها والجلوكوز بيعدم السلسة كله والبروتين مش موجود في البول لأنه لا يرشح أساسا وفيه أملح يوريا أملح زيادة واليوريا اللي هي الضرة اللي بتطرد فالسؤال أين أتزال موضح بالشكل اللي قدام حضرتك يحتوى لها السائل أكيد الحالب على طوال يبقى لام صح الحالب اللي هو البول لأنه كلمة بول هنا تبقى لخلال الشكل ده في الحال لكن أول مصطلح لكلمة بول بيطلق على القناة الجامعة وأنا ما عنديش هنا كلمة قناة جامعة في الشكل بيانا الحالب سؤال 18 ما الوظيفة الأساسية للكليتي وظيفة الأساسية للكليتي طيب هو هنا جاء الأساسية تخلص من اليوريا والأملاح لا غلط لأن أملاح ممكن يطلع عن طريق الجلد واليوريا ممكن برضو جزء منها طريق الجلد مش أساسية تخلص من ثاني وسكربون غلط لأنه مطلعش ثاني وسكربون أصلا وبتخلص من السموم ماشي بس مش أساسية برضو طيب هنا ضبط أسلموزية الدم والتخلص من المد السمة صح طبعا السموم لا دور أساسي في الكلي لا دور أساسي ماشي لكن هنا ضبط الأسلموزية ماشي هنا غلط عشان كلمة سانيكسيدة ليه الكربو ضبط الأسلموزية بتاتي الدم اللي هو السبات حجم الدم لأنه بيتم في الكليا إعادة منتصاص بنظم محتوى الجسم أو الدم من المية والأملاح لأنه اسموه عنده مصنص اختياري والتخلص من المد السم طب هل التخلص من الماء الزائد؟ غلط لأنه ممكن تخلص من الماء الزائد على ترك ثلاث أعضاء لكنه هنا عاوز الوظيفة الأساسي سؤال رقم 19 عند فحص عينة بول لشخص تبين عنده زيادة في نسبة الزلال اللي هو بروتين اسمه القلب يومين دي وقدينها وجلينها بالنص السؤال كده بدل عنده خلل في القلب يومين هو البروتين أصلا منفروض ما يطلعش مع البول يبقى كده عنده خلل فين؟ في محفظة بومة خلل في المصف زي ما قلن تمام؟ يبقى خلل في عملية الترشيه ده محفظة بوم بس السؤال 20 أي الاختراض في الجدو يوضح النسبة المعوية لبعض الماضي كمية اللي هتحتوي على بول شخص سليم بول شخص سليم والله ينناقش واحد وواحد هل ده شخص سليم هل بتلع فيه جولوكوز وبروتين؟ لا طبعا غلط طب جولوكوز صفر بس بروتين وبرده غلط واليورا صفر ازاي؟ ممكن احيانا يبقى فيه ما فيش يوريا مثلا مكلش بروتين لكن ليه نبص على جين بقى هتلاقى صح ليه؟ صفر ديوكوز صفر بروتين اتنين في المئة يوريا صح؟ طب صفر بروتين ليه؟ لانه لا يرشح اساسا من خلال محفظة بومن لكبر حجمه صفر جولوكوز ليه؟ لانه بيعاد امتصاصه كاملا كله بدل شخص سليم واثنين يوريا لانه لا يعاد امتصاص اليوريا طبعا لا يعاد امتصاص اليوريا السؤال واحد وشري يستطيع الجسم اتخلص من فائد فيتامين سي المنتصمنا معه بيخراجه معه اكيد البول طبعا مع البول لانه الفائد بيطلع مع البول بس زي فاضي جولوكوز كده في مرضى السوق لكن مع صفر صفر والبروس لا ولا مع هوا الزفين تمام؟ ده السؤال واحد وشري طيب اخر سؤالين فيه الفيديو ده اي الاختيارات بتجدوا تشير الى زيادة نسبة المي اللي بيحتويها بول شخص سليم خليب قال عاوز زيادة ايه نسبة المي اللي موجودة مع البول تمام؟ طيب نشوف حجم المي اللي بيتناوله عالي كمية نشاط المبزول مخافض وده رحرام وخافض اكيد الف الزبطة مع الف ليه؟ انا عاوز ان البول بيكون عنده فيه مية عالية يبقى اكيد تناول مية كتير والنشاط المبزول ودرجة الحرارة منخافض ليه؟ لان لما النشاط المبزول يبقى مخافض ودرجة الحرارة منخافض كمية العرقة تبقى منخافضة لكن كمية البول عالية كمية البول عالية بس اما الباجة طبعا ما ينفعش فيه الاختراه سؤال رقم 23 كمية الدم التي يدخل قلب وتمر عبر الكليتين في الدقيق الوحيد ده سؤال مباشر كم لتر؟ واحد واثنين من عشر هو المفروض من واحد واثنين من عشرة الى واحد واثنين من عشرة لتر كل دقيقة طب العاوز في الساعة ادرب واحد واثنين من عشرة في ستين ده لو هنا اديك اتنين وسبعين لت في الساعة طيب لو ادرب واحد واثنين من عشرة في ستين تطلع ثمانين وسبعين ده العاوز فيه الساعة ده الجزء الاول من الاسئلة تمام من كتاب الامتحان من السؤال واحد الى السؤال رقم 23 تمام بس انتظر ان شاء الله في الفيديو التاني لتكملة الاسئلة اما حايا بس بعت فيديو زمينك بالتوفيق ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته